بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نمطيكم الفرق بين اليو بي اس اللي هو هذا وبين خريطة العاكسة البسيطة الفرق اخواني كلش كبير العاكسة البسيطة تتكون من بطارية اللي هي هاي بطارية واحدة صغيرة وتتكون من محولة من 12 الى 220 سنتر تاب ومن مذبذة بيتكون من ترانسترات اثنين 3055 هاي الدائرة البسيطة الموجودة في اليوتيوب مجرد تحول لك الفولتية المستمرة مع البطارية تقطعها تحولها الى موجة مربعة 50 ذبذبة تقريبا وتخرج لك اياها من المحولة هنا العملية غير شكل العملية هنا باليو بي اس غير شكل هنانا تيار رح يكون عالي لان هنانا رح يستخدمون هسا هاي اليو بي اس شوفوش قد التيار ما لي واذا تلاحظون التيار ما تتا الف وميتين الف وميتين هذا التيار ما تتا الف وميتين يعني الستة واط الستة واط يخرج ستة امبيرات عفو ستة امبير يتكون بطاريتين اثناش فولت مربوطات عدد توازي محاولة دائرية المحاولة الدائرة طبعا افضل لان ما بيها ضيع بالطاقة وما تحمى مثل ذيك المحاولة المربعة ويتكون ام من 3 موسفتات واحد اثنية ثلاثة من جهة مربوطين على التوازي وتلاث موسفتات من الجهة الاخرى واحد اثنية ثلاثة مربوطين ايضا بالتوازي على مود التيار الخارجي يزيد اهنانا عدنا هاذ بالاضافة لهاي الشغلة هاي الدائرة العاكسة ما بيها شحن اليو بي اس بي شحن يعني من تجي الكهرباء اليو بي اس يبدي شحن البطاريات الشاحنة هاي 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 الويرات الثلاثة مع الشاحنة تتكون الشاحنة من تلاقي اربع اربع دايودات برج دايود تيار عالي ومتسعة كيمياوية اربع دايودات مثل ما دا تشوفون اذني ومتسعة كيمياوية من تنطف الكهرباء لحيتحول اليو بي اس من التفريغ للشحن فهي الشحن عن طريق بطاريتين يشحن التحويل يكون بواسطة هذا الرليل اول واحد هذا الرليل اول واحد هو اللي يقوم بعملية الشحن والتفريغ من تجي الكهرباء يشحن من تنطف الكهرباء يفرغ عن طريق هذا الرليل هذا الرليل الرليات الثلاثة هذا اللي يثبت لك الفولتية يعني اذا 180 نرفعها 220 اذا 200 فولت نرفعها 220 فهي عملية ما موجودة بالعاكسة البسيطة مثل ما دا تشوفون ومتقوم بعملية تثبيت الفولتية الخروج لا هاي الفولتية الخروج 260 170 180 كيفها ومن تخفض الكهرباء بالبطارية لح تنخفض بلتية الخروج وهاي الدائرة مجرد دائرة توضيحية ولا يدسد دائرة عملية الواحد يعتمد عليها اما هنا باليو بي اس لا الدائرة عملية تقدر تعتمد عليها بتشغيل اجهزتك بالبيت لان الموجة الخارجة هنا من هذا وليس يعني وليس موجة مربعة الموجة مربعة مو زينة تحقيق الاجهزة بس هاي موجة ثابتة بوسط الكريستال هاي الكريستال الزرقي تطيق خمسين ذبذبة ثابتة خمسين ذبذبة ثابتة بوسط هذا يتخرج لك موجة وليس موجة مربعة سيكوير هذا يخرج لك موجة مربعة الموجة السيكوير مربعة تحقيق الاجهزة فالعاكسة مو زينة على اجهزة مو عملية اما اليو بي اس فالموجة مالتة سيكوير ساين ويب موجة جيبية موجة جيبية ثابتة كذلك التيار ماتة عالي جدا الف ومائتين فولت امبير يعني ستة امبير هذا الخروج العاكسة مو اكثر من اثنين امبير زين هذا يستعمل ثلاث موسفتات مربوطين على التوازي من هالصفحة كذلك ثلاث موسفتات من الجهة الاخرى يعني ست موسفتات مربوطة بالعاكسة هنا بالشاحنة هذا دائرة ريجوليتر الريجوليتر هو شنو مثبت فولتير الريجوليتر موجود بالعاكسة بالعفو باليو بي اس يثبت لك فولتية الشحن هذا الريجوليتر يثبت لك فولتية الشحن على موضة الشحن يكون مضبوط لا يسعد ولا ينزل لان اذا شحن الفولتية ماتت مثبتة احتمال يحرق لك البطارية فهاي فولتية خمسطعاش فولت ثمانية وسبعين خمسطعاش ريجوليتر يتثبيت فولتية شحن بطاريات ولا يوجد شحن بطاريات ولا يوجد شيء آخر ان شاء الله المهمة جدا باليو بي اس انه البطارية اذا نزلت جوة العشرة جوة العشرة فولت سيقطع التيار عن البطارية لماذا يقطع التيار لان اذا نزلت الفولتية عن العشرة فولت والحمل موجود لحت البطارية تتلف تظل تفرغ 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 على ما تتلف فلازم تفصل في مرحلة معينة وهي العشرة فولت لان اذا نزلت جوة العشرة فولت لح البطارية تقوم تضعف واذا ضعفت لح تتلف بمرور الزمن بصورة سريعة وهذا الو بي اس يفصل من الفولتية مع البطارية توصل الى حد معين توجد صافرة هنا تنبهك انه الفولتية دائرة دائرة الو بي اس الف ومئتين فولت امبير الف ومئتين فولت امبير وهنا عاكسة خارضة عاكسة بسيطة مجرد تحول الفولتية البطارية الاثناعج فولت المستمرة الى مذبذب بسيط ذو موجة مربعة غير ثابت غير ثابت الذبذبة في الرفوع بواسطة محول الاثناعج فولت بسيطة لكي يخرج لك فولتية قريبة من المئتين وعشرين وليس مئتين وعشرين هاي مجرد دائرة عن دائرة توضيحية للمبتدئين المبتدئ ما نريد يساوي دائرة مثل دائرة العاكسة نقول اجيب بطارية وننطي خريطة بسيطة ترانسترات اثنين تولد موجة سكوير سكوير يعني موجة مربعة وترانسترات بسيطة رافعة من اثنائج فولت لميتين وعشرين فولت بيها سنتر تاب هو اللي يدخل عن طريق القطب الموجب اه فاخواني ان شاء الله الشغلة واضحة هاي الدوائر الموجودة باليوتيوب ليس الدوائر عملية تحتمد عليها الشغل بها جهزتك ما البيت لان هاي تحترق الاجهزة هاي الدوائر تولد موجة مربعة والموجة المربعة السيكوير تحرق الاجهزة اما اليوبي اس تقدر تحتمد عليها في تشغيل اجهزة البيت ليش لان الموجة الخارجة الذبذبة مالتها ثابتة خمسين ذبذبة بالثانية بواسطة الكريستال هاي الزرق الرزيناتر سموها رزيناتر سيرامي كريزيناتر هاي الزرق هي المسؤولة عن تثبيت فلتية الذبذبة الخمسين ذبذبة بالثانية هي ثابت لك الخمسين ذبذبة بالثانية هاي الاكس وان اذا تلاحظوها هاي سموها سيرامي كريزيناتر وهاي مهمة جدا ويا الاي سي لاصدار ذبذبة ثابتة خمسين ذبذبة بالثانية غير متغيرة وكذلك ايضا الموجة الخارجة تكون ساين ويف الموجة الخارجة تكون ساين ويف وليس سكوير ويف هاي شغلة مهمة جدا فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته